عقد الحزب الشيوعي الصيني حفلاً بمناسبة الدكرى المئوية لتأسيسه شارك فيه عدد مهم من زعماء الأحزاب السياسي عبر العالم تقريباً خمسة ألف مسؤول في حزب السياسي عبر العالم وكان حزب العدالة والتنمية المغربي من بين الأحزاب المشاركة وملقيت كلمة بهذا المناسبة من بين 21 زعيماً حزبياً سياسياً عبر العالم العلاقات بيننا من حزب العدالة والتنمية والحزب الشيوعي الصيني هي علاقات قديمة منذ سنوات وتعززت في المراحل الأخيرة كان هناك تبادل للوفود، تبادل للزيارات متعددة وبطبيعة الحال الرئيس جمعية الصداقة المغربية الصينية هو من حزب عدالة والتنمية عوض مؤسس للحزب وعض في الأمان العام للحزب من قبل هو الدكتور محمد خليل درس في الصين ويتقن الصينية درس الطب في الصين ويتقن الصينية وكان من بين من ربطوا العلاقات بين مملكة المغربية والصين وبين حزب العالم والتنمية والشيوع الصيني فلذلك كانت مشاركتنا في هذا الحفل مشاركة لنؤكد مرة أخرى تأكيدنا على أهمية تطوير العلاقات بين البلدين وخصوصا أن جلالة المالك في سنة 2016 لما زار الصين أعطى الانطلاق لعلاقة استراتيجية بين البلدين وألغى التأشير على المواطنين الصينيين الذين يريدون زيارة المغرب وهذا أعطى دفعه على مستويات عديدة للعلاقات التنائية وأيضا بين حزبين هناك علاقات جيدة فنحن حرصون على تطوير هذه العلاقات في المستقبل لمصلحة البلدين والشعبين